السلام عليكم معظمنا يمتلك أمنية وحيدة وهي أن يجوب البلاد نتمنى أن نمتلك العصى السحرية للتنقل من بلد إلى آخر وهذا ما تفعله بك كتب الرحالة السعودي الذي سنتحدث عنه بعد قليل هو شخصية من المملكة العربية السعودية حظى بشعبية كبيرة داخل المملكة وخارجها عالم من علماء العلم والتاريخ وثقافة الشعوب هو أديب ومؤلف ورحالة سطع في الأدب وترك خلفه الكثير من المؤلفات الهامة قضى حياته مترحلا يجوب دروب الدنيا يكتشفها ويدوينها في كتبه فاشتهرت كتاباته في علم الرحلات وأصبح رائدا من رواد أدب الرحلات في الوطن العربي فمن هو يا ترى؟ هو الشيخ الرحالة محمد ناصر العبودي هيا بنا نتعرف عن قرب على حياته وكيف كانت انطلاقة رحلاته حول بلاد العالم ولد محمد بن ناصر بن عبد الرحمن العبودي في السابع من نوفمبر من سنة 1926 بمدينة بريدة في المملكة العربية السعودية ينتمي إلى عائلة متدينة عريقة اشتهر أفرادها في حب الأدب وأخرجت الكثير من الكتاب وطلبة العلم عرف عنه منذ أن كان طفلا بتمييزه واهتمامه بالشعر والأدب تلقى تعليمه على يد عدد من العلماء في مدينته وفي عمر الثامنة عشر عمل معلما في إحدى مدارس البريدة ثم عين مديرا للمعهد العلمي ومن ثم شغل منصب الأمين العام للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة واستمر في منصبه نحو ثلاثة عشر عام ومن ثم عمل بمنصب الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي على الرغم أن تعليم الشيخ محمد العبودي كان تعليما دينيا في مجال الشريعة الإسلامية إلا أنه تفوق في الأدب فكانت معظم مؤلفاته أدبية تصب في أدب الرحلات والجزء الآخر من مؤلفاته في أدب اللغة العربية وقد بلغ عدد مطبوعاته الأدبية ما يقارب مئة وستون كتابا في أدب الرحلات وثلاثون كتابا في الأدب واللغة ولا يزال هناك مئة كتاب في انتظار الطباعة وكان ذلك حصيلة عطائه الأدبي الذي امتد لمدة سبعين عام أتاح له عمله زيارة معظم دول العالم سافر فيها إلى مئة وستة وسبعين دولة فكانت ثمرة رحلاته كتابة أكثر من مئة وستين كتابا في أدب الرحلات وبذلك حقق رقما قياسيا في كتب الرحلات العربية أول بلاد سافر إليها كانت إفريقيا عام 1965 استغرقت الرحلة ثلاثة أشهر وسبعة عشرة يوم ألف عنها كتاب أسماه أفريقيا الخضراء كانت البرازيل البلد الأقرب إلى قلبه فكتب عنها ما يقارب ثلاثة عشرة كتاب حينما تقرأ كتبه يذهب عقلك ومشاعرك خارج حدود المكان والزمان تشعر بأنك تجوب البلاد سائرا على قدميك وصفه الدقيق للأشياء من حوله كالطعام، الطقس، الناس تجعلك مسافرا بين صفحات الكتاب لم يكن للبلاد العربية نصيب في كتاباته لقد كان اهتمامه منصبا على البحث عن آثار المسلمين في البلاد الأخرى حصل على العديد من الجوائز تقديرا لجهوده الأدبية والعلمية ومنها ميدالية الاستحقاق في الأدب من وزارة المعارف عام 1974 كما فاز بجائزة الأمير سلمان ابن عبد العزيز لدراسات تاريخ الجزيرة العربية في دورتها الثالثة عام 2009 وفي التاسع عشر من ابريل عام 2021 كرم بجائزة شخصية العام الثقافية من وزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية رحل الشيخ الرحالة محمد ناصر العبودي من الدنيا يوم الجمعة الأول من يوليو عام 2022 في مدينة الرياض عن عمر يناهز المئة عام كان الشيخ الرحالة قدوة حسنة للشباب كريما في نشر العلم والمعرفة ترك أثرا باقيا تتناقله الأجيال عزيزي المشاهد أنا في انتظار رأيك في شخصية الرحالة محمد العبودي هل سبق وقرأت شيئا من أعماله؟ اترك لنا رأيك في خانة التعليقات أسفل الفيديو نترككم الآن في رعاية الرحمن وحفظه إلى اللقاء